الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين وبعد الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في واحد من الإخوة يعني الله يحفظه فسألني سؤال قال لي الناس ذيل يعني موضوع شنو هسي هنا من الشباب ذيل قال لي الناس ذيل مالون عملوا سماعا وواقفين وموضوع شنو ذاته جايننا في السوق ذيل دارين شنو وأنا جاوبته الموضوع جماعة إنو الناس يعبدوا الله السماء ذي شايفة خلق الله والأرض خلق الله وإنت خلقك الله والله ما بخليك ساي مش خلقك بعدين بيسألك وفي الدنيا دي ما تركك ساي أيحسب الإنسان أن يترك سودا رسل الرسل والرسل دي الكلون جو عشان إنت تدخل الجنة وتنج من النار وعشان الله يكرمك بعدين الرسل كلون جو دعوة أن يتوجه العباد إلى الله وأن يعبد الله وحده لا شريك لا قال تعالى سن أسى مرب القوم لطاهة أسى رجال ميمي قل لما يمي ديل شنوزاته مما يجيك داري غشك داري لقض قريشاتك وغش الشفع وبيع الحجبات والمحايات والبخرات ويملاك بزغات يبزق فيك شفت كيف وقل لك أنا فيني بركة ديل ما فيهم ربع بركة داري غشوك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والله ولك سار الليل للقرض قرش ما هو الحبوب ما هو الأغبش عنده حصانة ما بتفتش كهربت العالية بتحركتش شوفت يجي تشتشق ويشيل قروشك ويدوك فيك مقلب زاي وديل دعاة للشرك والله الذي لا إلى غيره تودي للمرأة تقول ليه أبو الشيخ أنا دار لي جنة بعين لمرتك كان لقا قبيحة بكشحك بفاتحة سريع سريع وقل لك اتخرج كان لقا سمح المرأة بقول لك دخل عليهم الفقرة في غرفة هنا بتاعت عمليات دخل عليهم الفقرة بدخل المرأة جوا وهو بيجي خاشي بتردهم الفقرة وبقعدهم بدوك فيك مقلب والله دا ماكل عتان وضارب المديدة ومورو ما جيها بعد شوية انت تقول ليه عشرة سنة مولدتا مشيتا الشيخ الداني جنا الداكلا عندو مخزنو ما دقا فيك مقلب انت ما بتفهموا المقلب دا دقا فيك مقلب دا شبعا انتا ودي ليه بدعا روسي اخي وزوجوك ليه يا اخي ابوها ادى كلا من بيتها هناك ما رقا لك من غرفة ادى كلا ايتا تمشي تودها للرجال ووعدت كوريك في ناس طبعا الكلام دا بيحارقون ولك ما تقول كذي ما تقول كذي وهم قالوا كذي قال كباشي كم ادى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل ما حل كباشي المتوكل لأمر يكل كباشي من غير مس وتفل كم ادى طفل كباشي قال لك كباشي بدي طفل اوعى تودي مرتك ليه شيخ والله يدوك فيك مقلب الله قال في القرآن انا خلقنا الانسان من نطفة انسان دا معروف خلقه من شنو من نطفة يا حق تقيت يا حق تغيرك اوعى كلام واضح مر كذي انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا دا ابن ادم دا يا اخي الله قال ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين دا ابن ادم كان ما فكي بدي جنة ولا في شيخ بخلق ولا في شيخ بتصرف في الكون الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله الشيخ اللي بتنادون ديل وغير الشيخ لن يخلقوا ذبابا ضبانا ما بيقدر يخلقه يخلق لك جنة كيف لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له كلهم كان يتلموا عشان يخلقوا ضبانا ما بيقدروا يخلق لك جنة كيف الله بالدك جنة والله كان عشرين سنة جفت مولدت تلاتين سنة اسأل الله بالدك الله سبحانه وتعالى قال ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفية قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي دا زكريا عليه السلام لقد الله اسمع الكلام دا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا نبي زكريا عليه السلام قال مالتي عاقر يكون الشيخ بيدي جنة كيف كذا يتبراح اركز افضل الشيخ ولا نبي الله زكريا عليه السلام كذا افضل ياته افضل الشيوخ ولا الانبياء والرسل دا نبي قال لكنا وقال لها الله وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يا الله الديني منك انت ولد اديك ليه الله منه سبحانه وتعالى يعني اخلقوا لك سبحانه وتعالى و اديك جنا الله يقال لي يا زكريا قال له فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيه قال لي يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سمية ادى له اسمه له ذاته قال ربي انه يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا تاني كرر وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين هين انه الله يديك جنا انه الله على كل شي قدير والله قال له وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ما افزول بدي جنا يا جماعة در واحد نمرة اتنين ما افزول بيعلم الغيب او عا يدقوا فيك مقلب بهيم تكتروح العبل تسرق الغنم ما تلقى الدهب السرق تمشي لي فكيه تلقاه جاه الراس سبحة هسي جا واحد بيجاي شايل له جنزير سبحة زي الجنزير لا لوبة السن والله يجد في ناس فيهم خير في واحد دس عنده ورقة قلعة هنا دي انا قاعد مراغب الوضع كله وناس رجال فيهم خير هدي الواقفين في الشمس دي قاعد يسمعوا في الدين الله يتقبل نحسبهن والله وحسيبه جادي رويش اسي بيجاي شايل له سبحة جنزير بتاع موتر كر يجره لك كدي ومولي عليه بخور ويقول لك انا بجيب الرايحة بتجيبها بتشوفها كيف قللك بنوم لك بالخير ما اقوله والناس مفتحة فتشت مالقة الرايحة مفتحين كدي كشافات نور طويل مالقه اتا تنوم تلقاه في زول بينوم بلقى لا حاجة رايحة تنوم إلا تلقى الرايحة بس لكن الرايحة ما بتلقاه والله الذي لاي لغيره دق فيك مقلب يقول لك انا بجيب الغنماية وانا بجيب البقرة وانا بجيب شنوه بعرف وانا باعلم في قلبك وانا باعلم كذا هوي الله قال في القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله غيب ده ما بيعلم إلا الله سبحانه وتعالى يقول لك بإذن الله بيعلم لا لا الله ما تداكزين وينوداك وينودليل نوداكزين شنو آه الله أذن لكم أم على الله تفترون قال بإذن الله قال بإذن الله الله ما تداكزين قال تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب ما أبدو أنريكنا الغيب الله سبحانه وتعالى لأنه دي صفة لله عالم الغيب والشهادة العلم عنده سبحانه وتعالى العلم علمه سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ولو مشات ليه دجال ولا شيخ ولا بتاع بخور ولا بتاع سبحة ولا فقي قلت ليه شوف ليه الرائحة وإنت بتعلم الغيب إنت دقست دكسة خطيرة كيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا العراف يا أول بيعرفه هنا وبجيب الرائحة وكلام زي دا والكاهن بدا عمل بالشياطين ولك بكرة بيحصل ليك بعد بكرة من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول كان قال لك بجيك الرائحة وصدقته فقد كفر بما أنزل على محمد إن صلى الله عليه وسلم ما كلام خطير أغمى بزول بيعلم غيب ما يدقوا فيك مقلب كان بيعلم الغيب قول ليه القيام امتين تب تعلم الغيب بتموت سنة كمتة والغيام امتين القيامة دي بتقوم امتين الله سبحانه وتعالى قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو براوس ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين والله سبحانه وتعالى قال إن الله الله ما الشيخ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير دي الله سبحانه وتعالى بكرة بيحصل شنو ما بيحصل ما بزول بيعلم ويأتي بيجيبها بيقول في الغنى واحد ركبته في البص شغل غنية في البص والله أنا ماشي من الخرطوم ماشي رفاعة قاعد يقول ستة الودع أرمي الودع لي كشكشيه شو فيه لي كان فيه شي قوليه لي ما تختشيه تبا لك وللودع بتاعك في ودع بيجيب لك الرائحة ولا بوريك اللي بيحصل لك شنو ولا وكا وادي والدائية قال لك وقال واحد جاه قال لها أها أنا بلد ولد ولا بيت قالت له إنت تيمان ولا ولد ما عارف قال لها كالضاب أنا عزابي ذاته ما والزوج ذاته جاه سفتيه سايد تي مجرمة ساي والله ما أفسي تودي عاجة ما ما يخد شوك ساي دل دجالات ساي مطلقات وما لاقياتها البزوج وما عندها انشغل ياهو بيرمن في الودع بلاوي زي دوم وصايب ساي أو الساي ما بزول بيعلم غيب والله الذي لا إلى غيره ولا بزول بيجيب الرائحة قال لك وما تدري نفس ماذا تكسب غدا بكرة بيحصلش إنو ما بزول بيعلم عشا كي الموضوع ده يكون محسوم عندك جوه قلبك ده تعارفون دل دجالين ما عندهم شغلة شيوخ دل ما عندهم ني شغلة اشتغل ركشة حارة عليو كله أسبوع يا حرق العادم والليسك بنشر وما بعارف والسيلك بتاع اللبانس تقطع بتاع الكلتشي وشغلة دي مرة عليو الركشة دي اشتغل بنيان سيقالة حارة وشيل الباغة يده لينا بتقع الباغة ما ني ساي يده ما بيقدر علي شغل اشتغل شنو فرم قبوة دي ما حارة القبوة مسخنة بتجي في وشو هاتاني اشتغل شنو يا أبلي ما ليه عشر عطالة وخمستاشر عاطلة وبيجي بيفتاح له دكان غرفة ويسوي العلم فوق لا إله إلى الله محمد رسول الله زعموت ولي الله والله يكتب اسمه زعيت ولا زعموت شفت كيف ويلما الجماعة بعد شوية يجيبوا له هواس بتاعنه ده بيعلم الغيب وده عنده كرامات والإبريك من موية قلبة لبن وماشاء حلبة الغنماية بيغادي حلبة في الإبريك وجا كب اللبن ده يقول لك أوك دي موية قلبة لبن الله ده خطير مرة واحدة ده كان موية بيقلبها لبن يا أخ كان ناس يشترت بهاهم ما يا ماراك ده في البلد دي دقوا في الناس مقالب ساي ويقول لك الشيخ ما بصلي مع الناس في الجامع بيصلي وين وقالوا يا هذا تركت صلاتك ولم يعلموا أني أصلي بمكتي خطوة هنا وخطوة في مكة ده دك عن جكة بيصلي وين خطوة من هنا وخطوة في مكة ده باقي لك إن أخذ لي جكة ده بيصلي وين وده سيرواله قدر كيف خطوة قدر كيف ده ده لابس شنو ذاته هو الناس ده اللي يعبوا والله بيعقول الناس شيخ ده بدلهم شو يشتغلوا في السوق ويبقوا رجال ويعبدوا الله صاح ويصلوا في المساجد ويمسكوا القرآن ويضرعوا لها الله وينكسروا ويوروا الناس إنه ما عندهم شي تلقاهم مصلطين صلتوا على خلق الله والله حتى عبدوهم لأنفسهم والله ولغيرهم ولغير الله سبحانه وتعالى عبدوا اللي نفسهم ولغيرهم من الفكية وخلوهم يعبدوا غير الله والله أقسم قال أنا واحد قال والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد الله ده واحد بس واحد التعارف قال شنو قال ده بتع الختمية قال أنا عرشها والكرسي أنا للسماء بانيها لو لا الحياة من ربي نار الجحيم أطفيها قال السماء دي بنيت أنا فكي شيخ قال بنيت السماء أنا كان قال لون السماء دي بناه الله با هو بس الدوابو هي الدواب جير بيقدروا كان قال لون هبشوه بس تعالوا بيقدروا قال بنيت أنا السماء الله قال سبحانه وتعالى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها بنا الله رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم الله بأكلك بأكلك البهيمة بتاعتك يا أخي متاعا لكم وليأنعامكم البهيم ابن آدم ده الله يخلقه كامل كذي ويأكله ويشربه وينعم عليه ويدي الهواء يتنفس بعد ذا يشكر في غير الله أبو يا الشيخ ده بطير وأبو يا الشيخ بريك والدبركو بطير بريك أنا من الله خلقنا للليلة ما شفنا زول طار كلها حكب يجيبوها لنا زي إنت حسن شفتها في الشيخ طار الله يزالك حسن شفتها ما في وحصل اليوم بتتغدى كده جاك مركوب بتاع شيخ طاير من فوق وينهو الشيخ وينهو ما بطير وخد لينا طيرة قدامنا هنا دي مش بطير مضط الرواكب ده سيخد لك طيرة مش بغادي تقدر ما بطير ما يغشوك شيخ دل أوهم الناس سايعة لك يقول لك وي بغير فيك بنفخك بنشريت بتنفخ الناس ليه منفسين وانت بتنفخوا ليه تهاجم في الناس ويخوفوا في الناس أول شيخ دل تخاف منهم والله الله قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين قول ليه جوه اينك كدي ما بتعمل ايش قول ليه يا فكي يا دجال يا مجرم والله يقول ليه وشياطينك والسحراء والدجاج للشت قول ليه ما تعمل ايش خليك زول موحد وزول أسد وزول في الواطة دي تمشي وزاته لما نرجف يعرفها كدت زول ما بتتغشي ليه والله تمشي تتغشي يا اخي دي شي البهيمتك ويقول لك ما بتديني عتوت اي بقليب لك حجار شنون البتقليب حجار ولك عتانك ديل شت بهاي مكدي بقليب حجار ولا تجيب واحد والله وكتبت بتقليب اقليب الحجار عتان شيلوا الدينينا انت كان بتقليب ججد بتسوي المضرة ليه العتان ليه تقليب حجار قليب الحجار عتان وشيلوا الدينينا معاك ما كلام منطقي وظريف جدا طاوة الساي برضو يا جماعي من مظاهر الشرك دعاء الأموات زول مات مات عديل ركت كديمات اخدتو فيها عن قريب ويغسلوه بعد بعد دفنوه عربي ادارة انقلي بيقعدوا ينادوا فيه يا واتحسونا من المدفونة واتحسونا وين في السوق ولا جوة الواطة تحت الواطة امرو قليك كيف انت حصل اليوم شفت مارك برة لا لا بسمعت لا لا بانفعت لا لا بضر لا لا بيصرف في الكون لا لا تنادي ليشنو الله سبحانه وتعالى قال ولا تدعو من دون الله مش ادحسونا دا دون الله اي ما تناديه واتبدر دون الله ما تناديه مكاشفي دون الله ما تناديه كباشي دون الله ما تناديه كلام واضح عديل الدكرة واضحة ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك غير الله ما بانفعك ياخي ولا بضرك فانفعلت مش يتركبت رأس وقلت لا لا بادعو غير الله فانفعلت فانك اذا من الظالمين انت ظالم بعدين الشغل بتضلم لك يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صيح مسلم اياكم والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة فالظلم ينادي الشيوخ يا جماعة ولا ينادي الأموات اخر مسألة واختم بها لا تنادي شيخ لا في شيخ باعلم الغيب لا في شيخ بالدلجنة لا تحلف في شيخ ولا تحلف في النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وحسنه الألباني من رواية ابن عمر رضي الله عنهما من حلف بغير الله فقد أشرك يقول لك وحات جناي وحات القعدة دي وحات النبي بحلفك عليك النبي وعليك الرسول دشيرك بالله تحلف في الله لأنه الحليفة دي فات عظيم هذا هو قال كلام ساي الناس ما صدقته بحلف لأنه حلف في الله لأنه عظيم ده هنا الناس كده يتصدقوا يتصدقوا ما بجوز تحلف في غير الله تعظيم لله سبحانه وتعالى حلف لله المزال الدار اختم بها في بعض الناس جماعة بعلقوا الحجبات ويعلقوا الكمون ويعلقوا في البهايم التمايم وقال تلقوا معلق ليه حاجة كدي زي السفة عماري الممتاز تلقاه في رقبت البهيمة ولا تلقاه معلق ليه حجاب مجلد هنا في عضله ولا تلقاه شاب ولا كبير معلق ليه كمون في رقبته هاتسي قلت لك والله هنا واحد قلعه هنا دي ورقه قلعه يا أخ ما في حجاب يحميك ولا في عين بتصدها بصدها حجاب ما في عين بصدها حجاب ولا تميمة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن من رواية عبد الله بن عكيم رضي الله عنه من تلق شيئا وكل إليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديث ثابت كما قرر الألباني عليهم رحمة الله تعالى من رواية بن مسعود رضي الله عنه عنه. بالرواية ابن مسعود رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان الرقى والتمائم والتولى شرك. الرغة الشركية ما بتاعة القرآن والسنة. الرغة الشركية. الفقيه يقول لك اطبع خروف. اجيب تيس. ابيض. اجيب عتوت. ما بعارف ايه. اجيب تيك خصي. اجيب بصلتين. ده موجود. كله في الكتب موجود. كما في كتاب الطبقات الطبقات طبقات عدف الله. في ترجمة خليل الرومي. عليك الله مش اقراه. ده بتاع لقبة مرة واحدة. والله. قال ليك. بعدين يقول لك مط الخروف. ويجيب الدم يكبه في في العتب. ولا تلقاه وشيل الدم بيده كذي خمسة اصابعين في العربية اشتراها جديدة. هوا الساي. بلاوي ساي. ويجي يسوي لك همهمات. صاح سهوب لهوب طه طهوب هوك. اشيات كذي يجيب لك. بلاوي ساي. قال لك ان الرقى والتمائم. تواهم دي اهل حجبات. حجاب بتاع محبة. وحجاب بتاع سكين. وحجاب بتاع عين. وحجاب بتاع طلك. ده كله شرك اجما. شرك. بيحفظ كالله سبحانه وتعالى. فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين. يا خيال الله سبحانه وتعالى قال وين يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. وين يريدك بخير فلا راد لفضله. قال واتول شرك. اتول ذاه زي عرق المحبة. قولك ده بتاع محبة بخلي ديك تريدك وتتريد الاخير. هوا الساي شرك كله. شاكده يا جماعة واحد والله. وادعوا للتوحيد والحلقات دي قامت للتوحيد. والله. ودي مسهولية في رقابكن. ادتوا والله ناس نحسبكم فيكم خير. لقاهلوا. الحقن. النساوين في البيوت. حصلوا الراجل ده. لو راجل ججد والله ما بنكسر ليه شيخ. يمشي كذي نكسر ليه. الزولي اخه ابو الولده. ابو. ابو. بسلم عليك دي. كيف يا ابا. شاء الله كويس. الحمد لله. كيف يا ابا. تمام. الحمد لله. لما نيجي لشيخه. شوف الشيخ ده المفترين كيف. ابوك بسلم كده. لما نيجي للشيخ. الشيخ ما بسلم كده. بمدة كده. والله. عليك الله مشوفه. تلقى قاعد في عنقريب ما بمدة كده. بمدة كده. ودي جي. جاي ليه. العمة. اقلعها. والطاقية. اقلعها. والنعلات اقلعها. يا ازوي انت خاشي على الشيخ ولا خاشي حمام بتقلع فيه دومك دي. يقلع فيه ويحبه. والله يتلقى يا حبه. ويجي للشيخ. دهك ما ادي ليه كده. ده مدة لك كده. ويمسك بوسه ليه. بوسه ليه. عضيه طوالي. ما ادي لك يده كده. عضيه على حسابيانا. ولا يا عاطل يا مجرم. بتزيل في الناس لجنو يتا. ولا تزيل في الناس لجنو. جابها قصائد عديل يزيل في الناس. قالوا استاذك يا فقير. كون عندو ذليل حقير. عليك الله الناس هل ما حقارين. الله قال ولا قد كرمنا بني آدم. هيت تزيله ليه? يملالي بريك. ذو الراجل يا اخ تقعد تنكسر ليه كده. يملالي بريك. بخد تلتة باروغة وينكسر ليه وبوي الشيخ وما تزعل مني. هذول ما تشد حيالك. ده شغل نسوان ما شغل رجال. يا هالمره اللي بيتامشي للفكة يا دهل. ودجل ساي. الحق النسوان دهل في البيوت قاعدة قلها مرة هوي. فتعينك. او عيك تمشي لدجال. او عتودي له شفه على شيخ. الله بس توحيد بس. والله الذي لا الى غيره. انا اتغشني اخ واحد مرة يا اخي. اموره قريب تمانين سنة. والله واحد كلمني كذي اسم الشازلي ابو يحيى. قال ليه في الموت. بيشهدوا فيها. في الموت. راك ده اكتر من تمانين سنة عمره. بيقولوا لا لا اله لا في الموت. قاعدة تقول. بيقول لا لا اله الا الله بدل تقول لا الى الله قاعدة تقول لا الى الله بدل تقول كذيه قاعدة تقول يا بطلحة الحقنة يا بطلحة لما مات التنادي في بطلحة اه عليك اللي تلاقي الله بعقاية زي دي تنادي في الشيوخ يا اخي ما زول يرجل ويش اتحيله يبقى زول اسد يا اخي يبقى زول موحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي احدا وشحادين بيجوغوا يقول لك انا عندي مسيد ويته المبروك جيب حاجة قول لي ما في حاجة دار تفطر اكل سريع وابقى مارك قول له اكل سريع وابقى مارك واشرب مويتك وابقى مارك وبملاك توحيد مسافة تاكل ذاته بملاك توحيد هو يا شيخ بطلحة لخبتة اتوا بتدوا جنب تخلقوا كيف تصرفوا في الكون اتوا حجبات دي جبتوا من وين رسول لبس حجبات ما لبس حجبات جبتوا من بدع وشركيات بلاوي اتوا انادوكم اتوا بتلحقوا اتوا زاتوا دارين واتوا محتاجين الى الله سبحانه وتعالى الضعفاء فقراء الى الله ولذلك يا جماعة دي مسائل مهمة والكلام يطول